واحد يقولها الناشط مدني بس أنا عرفه المنتابع الياجهة ومن اللي ينطاها معلومات مغلوطة أقل لي راح لو تكون عقيل نصر الله لو عقيل تشذاب لأن انت قلت كاظم الصيادة أو أخو عنده 75 ألف دونم إذا ما ثبتت هي أحورك من عقيل نصر الله لا عقيل تشذاب أوجه بعض الرسائل ما طول اليوم موجودة بوحدة حتى لا يعارضنا أحد الضيوف أي تفضل الرسالة الأولى رسالة للحجد الشعبي أقول أخوان ديروا بالكم لا تنوخذ الأموال وهم ما عدنا فرصة إجتكم قانون الأمن الغذائي ولولا تدخل من هنا وهنا كم ما دخلوهم الأخوان أعداء الحجد الشعبي فأخوان طلعوا القرص اللي عندكم الـ 50 ألف وانتم مطلوب من عندكم 30 ألف ووضعوا الآلية وخلوا الآلية شفافة وبسرعة استعجلوا يعني اليوم قبل باشر قبل لا يستغلوها أعداء الحشد ضعاف النفوس مثيرين الفتن وتصبح عليكم وبال بدل ما تصبح لكم فسجل بتاريخكم القضية الأخرى قبل لا تنوخذ القضية الأخرى ووضح ميال يعني البند المركز اليوم ووضح هذه الرسالة الأولى أنتم 50 ألف ومطلوب منكم 30 ألف ما واضحة هذه الجمهور ها 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 بالدورة البرلمانية السابقة لما بالموازنة ضمننا قضية إعادة المفسوخة عقودهم أي إن فتح باب التقديم قدمه وما يقارب 100 ألف وأكثر شوية بعد التمحيص بعد التدقيق بعد الأمور الأخرى تبين بأن العدد تقريب 57 ألف الأموال المخصصة سواء بالموازنة أو بالقانون الأمن الغذائي لـ 30 ألف أقولهم أخوان طلعوا الأسماء العددكم اللي جرى بيها الـ 50 ألف وطلعوا الأسماء البقية وحطوا باب الاعتراف كونوا شفافين ولا تسمحون هم للفاسدين الموجودين مع احتراماتي اللي بداخلكم بعض ضعاف النفوس ترى بداخلكم هم موجود يجيبون فلان وفلان وتنقلب عليكم ما سصير لكم امتياز ومنجز طلعوا كل الـ 50 ألف طلعوا الضوابط دخلوها ببرنامج الأكسل بباقية البرامج المتزوج العمور الكذا الأمور الأخرى والـ 20 ألف اللي راح تبقى والـ 27 ألف بالموازنة شاء الله القادمة لأن العراقيون بالدستور متساوين بالحقوق والواجبات ما طول رجعوا ذولة كونوا يرجعون ذولة كموا والمفسوقة العقود بالداخلية والدفاع وبقية وحجد الدفاع لا يجي واحد يتبناها ويصير براسكم أبو علي قدموا الكل وخلوها حسنة في ميزان حسناتكم وتضاف هذه الحسنة الحمد لله هذا الخطاب يوجه إلى قيادات الحجد الشعبي وليس مقاتلي الحجد الشعبي هذا إجراءات إدارية على قيادات الحجد الشعبي لا 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 أجل لك أنا جاي أوجه لقيادات الحجد الشعبي أي عندك شك بالموضوع مدام أثرته وإن شاء الله راح نكون وياكم في كل مظاهرة في كل مظاهرة راح نكون وياكم ونشكل لجان وتروح اللجان لكل المعنيين وتكون آلية والنقل مباشر أول بأول زيب هاي الرسالة الأولى ما ريت تستغل هاي من بعض ضعاف النفوس أنا اليوم شفت بعض ضعاف النفوس جاي يعني مع الأسف لأن هذولا راكبين الأمواج ذولا المرضى اللي ما عندهم غير ثقافة مع الأسف البعوضة نسميها اللي تمتص الدماء من أجساد الناس وتعيش على هذولا ما نسمح لهم الذول يدخلون داخل هذا الجزهد المقدس بعيد كل بعد عن هاي الأمور زيان عندك بعض رسالة لو حتى نرجع لموضوعنا لو حتى ينتقل للثانية الرسالة الثانية أرجع لك بس الموضوع البنك المركزي أي اليوم يقول وصل الخزين 80 مليار دولار الذهب 131 طن وراح يوصل 90 أنا أقول لكم الذين يكنزون الذهب والفضخوان شعب كاتل الجوع الجوع تعرفون شن الجوع أنا 80 مليار دولار 90 مليار دولار غير منتجة وغير شغلة البطالة والصناعة والزراعة والتجارة شنو سووا بيها تكنز دياها بالبنك شا سووا بيهنانا هي هاي عقول تجارة أوجه لهم دعوة بتوجيه ما يقارب أكثر من 20 مليار دولار إحنا بالسبعين مستقرين بالستين مستقرين مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة السعر الدولار الله لا يوفق اللي يسواها مزيئن نقول هذين العشرين مليار خلوها ضخ القضية الأخرى أخوان ليش الفقراء محادي يباوع لهم قانون الأمن الغذائي مو كان بيه فقرة الذكرة قلنا بقانون الأمن الغذائي بملفات وشبهات الفساد اللي يبيع على مود هاي الفقرة والفقرة الأخرى اللي هي مال قضية شبكة الحماية مو قلتوا راح نقبل ثلاثمائة ألف وخمسين المقدمين كلهم دفعة وحدة خليش مع الشعب العراقي وازا يدر راتبهم شنو بيها الخطأ ثلاثمائة وخمسين ألف طلع لهم الباحث الاجتماعي وقال يا بذولك كلهم خطية تحت مستوى الفقر يدطوهم خليش يبعون هذي الشعب المقروض زين القضية الأخرى قبل ما تروح للقضية الأخرى أنا أريد أسألك نيابة عن البنك المركزي لا أروح أبوك أكو رسالة رسالة الواحد 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 كان عندي لقاء وياه البارحة وليت البارحة أي عقيل نصر الله أي كان عندي لقاء وياه من عقيل نصر الله واحد يقولها الناشط مدني بس أنا عرفه المنتابع الياجها ومن اللي أنطاها معلومات مغلوطة مثل ما أنطوا لقبله وقبله وقبله وطلعنا بالأدلة أقل لي راح لو تكون عقيل نصر الله لو عقيل تشذاب لأن أنت قلت كاظم الصيادة أو أخو عنده 75 ألف دونم إذا ما ثبتت هي أحورك من عقيل نصر الله لا عقيل تشذاب أقوم أسميك لازم أتطلح اثنيا قلت أكون هر بمليار دينار هم لو تثبت لو نفس هاي الحالة وكل الكلام اللي قلت بالمناسبة نجم أنا أدعوك لأن هذا المكان أكثر أمانا يعني أدعوك أو أدعو أي قناة أطلع الأدلة وأتمنى لقاء يعني موهيشة حتى الأوراق قدامي وأطلع كل الأدلة أي اللي تخرج جميع الكذابين والمارقين والمنافقين اللي يحاولون يوقفون هذا الصوت واللي يحاولون يوقفون عمليتنا للقضاء على الفساد زين نتوكل بالله على موضوعنا حسنا أنا راح أخاطب عقيل نصر الله باسمك أولين أقول لي يا سيد عقيل إذا أنت كنت تمتلك أي وثاق تدين السيد كاظم السيادي وبها ملفات أو شبهات فساد مؤكدة والله أنا أول واحد راح أخذك وأنا أقسم تفاجئته بهذا الموضوعنا سواء على كاظم السيادي أو على غيرك نجم نجم أنا موجود وأنت موجود أنا موجود على شرط أنا موجود زين ونجيك للستوديو إذا عندك سيد كاظم السيادي يمتلك خمسة وسبعين ألف دونم أقسم بدم الحسين وأنا أبو محرم أنا أمامك أرثك قدام الشاب العراقي ولن أرحمهم لا تعرض نلتقي وياك بنفس الاستوديو حتى أوراقنا وأوراقنا زين حسا خلصت الرسائل أرجع إلى سؤالي حتى هذا عنوان الحنفة